السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا أحبابي وأصدقائي في قناة رحلاتي في يتجدد الحديث عن وزارة الأوقاف الشؤول الإسلامية وعن التجاوزات التي تصدر من الوزارة في حق عدد من رجالات هذا البلد وفي مجموعة من الأصعدة فلم يمر عيد الفطر المبارك لعامنا هذا ورمضان عام 1443 دون أن يكون هناك إجراء لوزارة الأوقاف لم يعجب المغاربة واستنكروه فبعد أن انتشرت خطبة عيد للشيخ محمد العمراوي بمدينة سيدي سليمان والتي لقيت قبولا وانتشارا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وهي الخطبة التي انتقدت مظاهر الفجور والفسوق والموجون إذ أن الشيخة تحدث عن الإعلان وشيوع الفاحشة والإعلان بها يعني الأمر تجاوز شيوع الفاحشة بالإعلان بها في وسائل الإعلام مثل الزنا والشدود وإنكاره الشديد على الربا وغير ذلك من المنكرات هذه الخطبة التي عرفت انتشارا كبيرا وواسعا خلفت ردود فعلي من الجهة المقابلة التي تعاد هذا الخطاب وترفض أن يكون هناك عالم أو شيخ أو داعية أو خطيب يتحدث بكل صراحة ويقول كلمة الحق ويهاجم تلك المظاهر المنحرفة وتلك المشاريع الهدامة والمهاجمة لهوية وقيم وأخلاق المجتمع المغربي وأخلاق الدين الإسلامي فبعد هذا الانتشار لهذه الخطبة وصلنا خبر توقيف الشيخي وإن كان حسب المعلومات التي توصلت بها الشيخ ليس خطيبا رسميا إنما شبه خطيب مساعد بعد أن كانت له سابقا خطبة رسمية وتم توقيفه من طرف المندوب السابق لكن على العموم الشيء أنه تم توقيفه بعد هذه الخطبة القوية وهذه الخطبة التي عرفت انتشارا كبيرا والتي لاقت سحبابا من طرف كل من يريد خيرا بهذا البلد ويرفض أي تطبيع مع الفواحش ومع المنكرات ومع المحرمات إذن خطبة الشيخ وتوقيف الشيخ يعيد للساحة نقاش موضوع توقيف الأئمة وتوقيف الخطبة بل توقيف أبرز الأئمة والخطبة بل عدد منهم كانوا من العلماء تم توقيفهم على مدار العقدين من الزمن الذين تولى فيهما أحمد التوفيق دفت تسيير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مع مشروعه لإعادة هيكلة الحقل الديني هذه العقدين وهذه الهيكلة التي عرفت كما قلت توقيف أبرز خطباء المغرب وعدد كبير منهم من العلماء ومن الدعاة والخطباء البارزين مثلا مثل الشيخ خردوان بن شقرون الذي كان رئيس المجلس العلمي للدار البيضاء الكبرى ثم بعد ذلك رئيس المجلس إحدى عمالات مدينة الدار البيضاء بعد أن انتقد مهرجان موازين الشيخ يحيان المدغري خطيب مسجد حمسة بمدينة سلا بعد أن تحدث عن أن الدنوب والمعاصي تستجرب غضب الله عز وجل لإتر حادثة زلزال الحسيمة وغيرهما من الخطباء الخطيب الخمليشي الشيخ محمد أبياط بمدينة فاس وهو أحد علماء القرويين البارزين أن عدد من أبرز خطباء المغرب وما ذلك إلا خدمة سواء عن قصد أو عن غير قصد أو رد مجرد ردة فعل أو إجراء من طرف الوزير عندما تصدر ضجة أو تقوم ضجة ضد أحد هؤلاء العلماء وأحد هؤلاء الخطباء لا سواء قصد أو لم يقصد أو تعمد أم نتعمد فإن ذلك يعتبر تجفيفا لمنابع الخطاب القوي والخطاب البارز الذي يصل إلى المغاربة والذي يريده المغاربة والذي صار المغاربة يفتقدونه في إنكار المنكر وفي قول الحق هذا أمر ثم هناك أمر آخر وهو يتعلق بتوقيف الخطباء بل أبرز خطباء وهو مشكلة أنه إذا ما تم توقف أحدهم فإن ذلك يعتبر ذلك القرار كسك إعدام للحياة الدعوية على مستوى المنبر وعلى مستوى الأنشطة التي تحسب على وزارة الأوقاف الشؤول الإسلامية والتي هي الموجودة الآن لأن في ظل سيطرة الدولة على المجال الديني من خلال المؤسسات الدولة فإنه إذا ما تم توقيفه خطيب وهو ربما يكون عالما كما ذكرنا فإن غالب أنشطته يتم توقيفها كالوعد والإرشاد وغير ذلك من الأنشطة قلنا هذا التوقيف يصير سك إعدام لأنشطته ويستمر مدى الحياة ربما بعد أن يغادر هذا الوزير أحمد التوفيق يتغير الحال وربما يرجع أولئك الخطبة وأولئك العلماء لمنابرهم لكن بعضهم الآن تجاوز العقد من الزمن بل اقترب العقد ونصف من الزمن ومع ذلك لا يزالون محرومين من العودة إلى المنابر إذا لماذا هذا القرار المجحف حقي حتى السجناء حتى المجرمون إذا ما قاموا بجريمة فإنهم يقضون عقوبتهم السجنية ثم يخرجون ويعاد إدماجهم حسب ما تعلمون ثم يعودون إلى الحياة العامة كأشخاص طبيعيين لكن الخطبة وهؤلاء إذا ما تم توقيفهم فإن القرار يصير ساريا مدى الحياة لأن كما قلنا الوزير الآن مرت عليه أربع حكومات أو لعلها خمس وهو لازال في وزارته الأمر الآخر وهو مسألة المساجد ولازلنا نعاني من إغلاق المساجد التي أغلقت من أجل إعادة الترميم والسمرار إغلاقها والعدد كثير جدا لتجاوز لعله 2300 مسجد كلها أغلقت من أجل إعادة الترميم ولا زالت مغلقة بعضها بناءه جديد وما سبب الإغلاق هو شيء خفيف مجرد شق بسيط في جدران الخارج المسجد ثم يغلق ويبقى مغلقا مع كما قلنا وجود محسني إذا ما كانت الوزارة تعجز وميزانياته تعجز عن القيام بمصارف هذه الإصلاحات فإن المحسنين مستعدين القيام بذلك لكن الوزارة لا تتفاعل ولا تتعامل مع أولئي المحسنين وتبقى المساجد مغلقة ويبقى الناس في حرج إذا كان المسجد المغلق قريب منهم لا يوجد مسجد آخر بل مساجد المفتوحة بعيدة عنهم أيضا هناك مشكل آخر وقد سبق وتحدثت عنه في مقطعين وهو أن هذا الإغلاق قد يطال حتى المدارس العتيقة التي احتاجت إلى الصيانة وإلى إعادة الترميم أو إعادة البناء ومن بين ذلك كما قلت سبق وتحدثت عنها مدرسة ولي العهد للقراءات السبع بمدشر دارز هيرو عمالة طنجة أصيلة هذه المدرسة التي كانت لها قيمتها لأن مؤسسها هو الملك الراحل الحسن الثاني وسميت باسم ولي العهد الذي هو الآن الملك محمد السادس ومع ذلك فإن هذه البناية التاريخية وهذه المدرسة القرآنية التاريخية التي تدرس القرآن وتدرس العلوم الشرعية كانت وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامي أعطت أمرا وبدأت في مشروع إعادة بنائها وتم هدمها ابتداء من سنة 2011 تم هدمها وبدأت عمليات إعادة البناء بلغت 70% لكن الشركة التي كلفت بذلك عرفت عجزا ما استدعى من وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامي أن تفك معها تفسخ معها العقد ثم دخلت معها في المحاكم وفي القضاء واستمرت إجراءات القضاء وإجراءات تنفيذ الأحكام إلى غاية سنة 2018 يعني عامين والشركة تبني ثم عجزت ثم دخلت مع الوزارة خمس سنوات مع إجراءات التقاضي والتحاكم لكن منذ 2018 بعد انتهاء والتحاكم وصدور الحكم وفك الفسخ العقدة مع الشركة الآن نحن في 2022 أربع سنوات الأشغال بلغت 70% البناية بنيت بقية فقط إعادة تزيين الجدران وإكمال الأعمال ومع ذلك أربع سنوات لا زال الناس ينتظرون أن تقوم الوزارة بواجبها منذ 2011 والآن 2022 11 عاما وهذه المؤسسة مغلقة إذن فهل مدارس التعليم العاطيق هي أيضا تعرف نفس مصير المساجد التي تغلق من أجل إعادة الترميم ثم تبقى مغلقة أني هذه دعوة إلى العمل على إكمال أشغال هذه المدرسة وأيضا على ترميم المساجد المغلقة لأن الناس في حرج في مدينة سلاة الحي الذي أقطنه بحي سيدي موسى كما سبق وتحدث تمانية مساجد تم إغلاق والدات السبب ولساء النفس العذر ومع ذلك بقيت مغلقة هناك مزيد بمدينة سلاة مزيد رمضان بحي تابريكس والذي عرف في الآونة الأخيرة تسجيل عدة طلبات وشكايات من طرف السكن المحيط به بل تم تسجيل مجموعة من الربرورتاجات في هذا الأمر ومع ذلك وهو جديد البناء جديد العهد يعني بالبناء ليس له إلا سنوات قليلة للبناء ومع ذلك مغلق ولا يعرف أشغال صيانة أو إعادة الترميم ما يجعل الناس في حرج كبير خاصة وأن المنطقة منطقة هذا المزيد رمضان تبعد عنها المساجد المفتوحة يعني تبعد عن الساكنة ما يحرمهم من إقامة صلاة الجماعة ومن شهود صلاة الجماعة إذن هذه وقفات مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص سييرها وتدبيرها لشؤون المساجد بدءا بتوقيف الخطباء والأئمة مرورا بإبقاء وببقاء واستمرار المساجد المغلقة من أجل الترميم مغلقة وأيضا تطور الأمر إلى المدارس القرآنية هي أيضا تعرف هذا الحيف وهذا التهميش نسأل الله عز وجل أن يصلح أمرنا وأن يصلح شأننا وأن تعرف هذه الأمور صلاحا وتدبيرا جيدا وتدبيرا يعرف لأهل العلم قدرهم ويعرف لهم حقهم ويدافع عنهم بل يكرمهم بدل أن يصلط عليهم سيف التوقيف إلى مادة أخرى دمتم في رعاية الله وحفظه هذا إبراهيم الوزاني يحييكم ولا أقولها كثيرا لكن إذا أردت متابعة جديد القناة فسجل اشتراك في القناة ثم إذا أردت دعم المادة فاكتب تعليقك وحتى نعرف رأيك وسجل الإعجاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر